اروح معك لكس العالم يلا الناس بتبقى مستنية البطولة دي بقت البطولة الاهم بالنسبة لجميع النادي الاهلي تلعب دايما فيها مع الكبار بيظهر فيها الاهلي الحقيقة والجيل ده تحديدا كمان بشكل اكتر من رائع الجيل ده عنده فرصيد ومشاركتين حقافين برونزيتين منهم واحدة في ظروف صعبة جدا قابل في خلال المشاركتين دول مدارس مختلفة يعني قابل الدحيل والهلال من اسيا والاثنين الحقيقة من الفرقة التقيلة جدا في القرار السوية قابل من امريكا جنوبية بالميراس كان ليه الغلبة في مرة وخسر في مرة قابل من امريكا الشمالية مونتري وإدرن ونجح فما بقاش في رهبة اللعب مع الكبار خلاص بالنسبة للعابة النادي الاهلي الرايحة للنسخة التامنة من المونديال شايف مشاركة الاهلي ازاي وابتدي معك بماتش اوكلند مبارالة في التحية اللي هتتلعب يوم الاربع ان شاء الله التحدي جديد بيخطوا النادي الاهلي يمكن لحد من ثلاث شهور النادي الاهلي ما كنتش έشارك في كأس العالم للأندية فانه شاء القدر ان يوكفأك على ما تم الموسم الماضي وانك تبقى موجود في كأس العالم للأندية ده تحدي للعابة اللي موجودة تحدي مارسي لكولر تحدي كبير مش تحدي بسيط ان انت موجود في هذه البطولة وانت بتشارك باستمرار للنسخة التالتة على التوالي في ظل القوة لان ما تيجب صلى الاكلند لقد تلاقي فريد الفريده من 11 ل 17 شارك سبع مرات متتالية لي بتي لدعف المنافسة في قارة وكينوسيا وبنكلم على نيوزلند استراليا ومجموعة من الدول الصغيرة كرويا فبنتكلم بسحقة برونزية بل كده على فكرة لا هي القضية بالنسبة لي أنه النادي الأهلي لا التنفسات أفريقي عالية جدا بتتكلم على فرق كبيرة طبعا بتتكلم على سانداونز والوداد والرجاء والترجي مازينبي في نسخ كتير منه إنيينبا كان في نسخ كتير منه بيترو أتليتكو في بعض النسخ بيناوش من بعيد بتتكلم فرق الجزائر طبعا وفاق سطيف وشباب الجزائر والمولدية قبل كده شباب بلوزداد اللي بيقدم نسخة وتطورة جدا في المسابين ثلاثة اللي فاتوا في النسخة الحالية الزمانك المصري اللي وصل معاكم وطبعا نادي الزمانك وصل لفاينل أمام سانداونز وفاينل أمام النادي الأهلي في السنوات السبعة الأخيرة مرتين في وصل فاينل فانت بتتكلم بلقة تنفسية كبيرة جدا في قارة أفريقيا ومع ذلك النادي الأهلي بيشارك للمرة الثالثة على التوالي في مونديال الآن ده نروح لأوكلند أوكلند هو فريق نيوزلندي الكرة النيوزلندية أو الكرة الاسترالية عموما لأنها مدرسة واحدة هم تابعين تماما للمدرسة الإنجليزية القديمة مش المدرسة الإنجليزية الحالية المدرسة الإنجليزية القديمة بنتكلم على اللعيبة الويلبلد اللعيبة الأقوية جدا بدنيا الاعتماد على الكرات الطولية بشكل كبير جدا الاعتماد على العنصرين تلاتة في الخط الأمامي هم اللي بتعمل عليهم الشغل الأمامي كله يعني هم عندهم عنصرين مميزين جدا هوريسون ده بيلعب في منتخب نيوزلندا وكابتن الفريق ويماليانو طادي العيب مهاجم عنده خبرات كبيرة جدا 34 سنة وهو هدفهم في الدوري اللي هم متصدرين والدوري النيوزلندي بالتساوي مع ويلنجتون بنفس الرصيف في المركز الثاني فالفرقة نفسها فريق فنيا ما يخوفش لكن فريق بدني قوي جدا مزعج على صعيد الالتحامات البدنية مزعج ولنا مثال في مباراة استراليا وتونس في المونديال المنتخب التونسي فنيا وكعناصر أعلى بكتير من المنتخب الاستراليا المنتخب الاستراليا الحالي مش هو المنتخب بتاع كيب بتاع فيدوكا بتاع الأسامي الكبيرة اللي كانت موجودة حتى كورا النيوزلندي أقل من كورا الاستراليا لكن هم على الصعيد البدني أقوية جدا 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 فمهم جدا وانا على يقين تام وعندي ثقة كبيرة جدا في مارسل كولر وفي اللاعبين مش لأنه الفريق التاني يابع عنده قوة بدنية وحافظ بدني لا احنا نعرف نتعامل مع هذه الأمور بشكل جيد لكن يبقى فريق أوكلند فريق فني ان شاء الرحمن يكون في المتناول بالنسبة للنادي الآلي لكنه فريق قوي بدنيا لازم نخلي بالنا للتحمات ونخلي بالنا ان احنا ما نروحش نلعب بالطريقة لهم يلعب أربعة ثلاثة ثلاثة لهم يلعب أربعة ثلاثة ثلاثة لكن بالشكل زي ما قلت الكورا الإنجليزية الكلاسيكية القديمة لكن بالنسبة للنادي الأهلي لا طوال النادي الأهلي هيشتغل على الأرض زي ما هو بيشتغل مع مارسل كولر ان شاء الرحمن قادر بمنتقى البساطة أن يتجاوز نقوم من حيث التوقيت يا دكتور محمد تهالي كمان أنه بعد مونديال القطر 22 وبعد الكورا اللي قدمتها المنتخبات العربية في البطولة وبما أنه الأرض والجمهور لازم يكون لها دور مع أصحابها أعتقد أنه فكرة إقامة البطولة في المغرب وفكرة أنه فيه ثلاثة أندية عربية بتشارك في البطولة مش عايف لأول مرة ولا حصلت قبل كده بس يعني بتهالي برضو نسخة استثنائية أن يكون عندك الوداد المغربي الأهلي المصري الهلال السعودي بيشاركه في البطولة فكرة وجود الجمهور العربي شفنا كان ليه تأثير كبير جدا على منتخبات زي السعودية زي تونس زي المغرب طبعا المغرب اللي أبهرت العالم كله فيه مونديال قطر ففكرة أنه ما بقاش فيه كبير وصغير في كورة القدم فكرة أنه أي فريق قادر بتركيز بإصرار برغبة حقيقية أنه يعدي لبعيد وحتى لو كان مع فرقة كبيرة بحجم فلمانجو وريال مادريد هروح من بداية كلامك لما كلمت على اللعب البطولة في المغرب والحفاوة وحفاوت الاستقبال خلني أقول لك أنه منذ وصول بعثة النادي الأهلي حفاوت استقبال كبيرة جدا غير مسبوخة ولما تواصلنا مع أخواتنا وزميلنا العالميين وصحفيين المغربة قالوا لي إحنا بنرد جزء بنرد جزء مما قدموا وساردنا فيه الإعلام المصري والدولة المصرية خلال المنديال والفرحة من القلب اللي كانت عند جماهير الكرة المصرية والإعلاميين المصريين والدولة المصرية فيما يخصنا كمنتخب مغربي فإحنا مدينين بمساندة النادي الأهلي كممثل للكرة المصرية وإحنا موجودين مع النادي الأهلي في أي طوال البطولة طوال ما صرته في البطولة وأنا أتمنى التوفيق طبعا بتمنى التوفيق لنادي الوداد ويتمنى التوفيق بعد نادي الوداد للنادي الأهلي إنه يشرف الكرة المصرية وإنه جماهير المغرب كلها هنا مش بتكلم على جماهير الوداد ورجاء كما هو صابق يعني بتكلم على كل جماهير المغرب بتساند النادي ودي رسالة هم حملون إياه إنه هم ممتنين جدا لما قدم وإنه هم مع النادي الأهلي من أول يوم من وقت وصوله الكلام ده كانوا بيقولوا لنا قبل ما النادي الأهلي يوصل ولما تكلمنا مع الناس من البعثة يعني قالوا لنا حفاوت الاستقبال غير مسبوقة وإنه فيه مساندة كبيرة جدا جدا من المغرب سواء على الصعيد الرسمي فيما يخص اتحاد الكرة أو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أو على صعيد حفاوت الاستقبال من الشعب المغربي من نوقة وصول نتمنى طبعا كرة الأهلي مع مارسيل كولر بصمات الراجل في المشوار لغاية النهاردة من بداية الموسم خليني أقول أنها تقدر تقول أنك وانت مرتاحة أنها تطمن جماهي النادي الأهلي والحقيقة كرف الأداء في الفترة الأخيرة كمان بوصل لشكل مردي وجود مركاته أعتقد يعني برضو معظم جماهي النادي الأهلي راضي عنه بشكل كبير كلهم لعيبة تراهن هم يمثلوا إضافة للنادي الأهلي فخليني أسألك على المحك في المستوى الدولي ترايح تلاعب فرق كلهم أبطل كلهم عندهم شخصة البطل كلهم عندهم طبوح شايف إزاي أول منديال لمارسيل كولر مع الأهلي وشايف إيه الوسيلة الأمسل لاستغلال السكواد الحقيقة كلهم تقلقوا سواء اللي بدأوا الموسم معاه وما كانوا الظهرين في آخر ماتشاط أو اللي ظهروا في مباراة الأهلي الأخير مارسيل كولر مدير فني يجيد التعامل مع اللاعبين من يشارك منهم باستمرار من لا يشارك يجيد التعامل النفسي قبل الفني مع كل لاعبي النادي الأهلي وده اللي ظهر جاليا يمكن أن تكلمنا على ده في لقاءات سابقة على التعامل النفسي مارسيل كولر مع اللاعبين حتى الغير موفقين هو ألهف في مؤتمر صحفي لوحق بعد ما تكلمنا عنها يعني أنه قاعد مع محمد شريف فراجه على الأهداف اللي كان بيحرزه وقال له أنا عايز النسخة دي أنت تقدر تعمل ده أنت عندك القدرات دي فتقدر تعمل ده شوفنا محمد شريف بيعود شايا والأزمة محمد شريف كانت طبعا فنية لكن في أساسها هي أزمة نفسية فابتدى الراجل يرجع تنحط رجليف الملعب أصدق تماما في مارسيل كولر تعاملوا الفني البروفايلز اللي بيخلقها للعيبة والحالة التطور الكبير على بعض اللعيبة ودائما تبصوا على المدرب آه النتائج ممكن تكون كويسة لكن شاهد كل اللعيبة في حالتها اللعيب السيء اللعيب اللي مستوى متراجع مستوى متراجع واللعيب اللي مستوى جيد مستوى جيد لأ بنشوف كريم فؤاد وبروفايل جديد بيتعامل قبل الإصابة شفاء الله وعفاه بنتكلم على البروفايل الجديد بتحامدي فتحه والأدوار اللي بياخدها جوة البوكس بنتكلم على الحالة اللي عليها أكتر من لاعب داخل النادي الأهلي بنتكلم على حالة محمد هاني طبعا ياسر رامي ربيعة وتولي وربيعة بشاركة ووجاي من بعيد جدا جدا بنتكلم على الحالة اللي عليها كل لاعبي النادي الأهلي والراجل لازال لازال بيعمل شفنا الحالة والشخصية اللي كانت عند خالد عبد الفتاح في مباراة نادي الزمالك وراجل بيشترك ققال بدفعه وبقاله أكتر من سنة وشهور مع نادي سموحة بيلعف مركز الزهير الأيمن اللي هو مركزه الأساسي فلما نيجي نلاقي كل ده ده تعامل نفسي وفني الراجل يجيد يجيد التحضير الجيد للمباراة وده ما أرهنا عليه في المنديال الأندي والراجل في المؤتمر الصحف الأخير بعد مباراة البنك الأهلي لما سؤل توعد جمهور النادي بأهلي بإيه قال لك أنا لا أنا معرفش أي مدرب بيوعد ولا لأ لكن أنا بشتغل مباراة بمباراة أنا بركز في كل مباراة على حدة وهدفي في كل المباراة هو الفوس وأنا بحب المنطق ده والسلوب ده في التفكير جدا ترجمة نانسي قنقر